احد في المغرب ولا في العالم كله كان ينتظر المغرب يروح على النصف النهائي احنا لما تخطينا عتبة ثمون النهائي يعني في المرة الثانية كانت الفرحة كثيرة جدا ولما رحنا على الربع كانت الفرحة اكتر ولما اليوم بنلعب نصف النهائي زادت الفرحة في المغرب وفي شعوب المغرب العالم العربي كله وفي افريقيا كلها أنا شفتها منذ تقريباً بداية الورد كوب كنت في مصر منذ تقريباً عشرين يوم كلما ربح المغرب أشوف المصريين بيخرجوا بيهتفوا وبيفرحوا للمغرب ويشجعوا وأكيد اليوم أن كل المصريين بيشجعوا المنتخب المغرب حقيقة شايف حاجة جميلة جداً حاجة ما حصلتش قبل كده الكرة بتجمع الشعوب شايف نجاح عربي نتمنى نكون كلنا فيه شايفنا من الخليج للمحيط في أفراح وعزة وكرامة جميلة جداً فخر لكل عربي أننا نكون موجودين هنا خلني أقول لك البطولة من الأول لأخر عربية تنظيم جيد جداً 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 وفريق عربي بيوصل للنهائي إن شاء الله يا رب والكلام اللي قاله المدرب إن هما جايين عشان ياخدوا الكاس كلام محترم ومش للمشاركة كلام محترم جداً يعني إحنا النهاردة حاسين كأننا بنشجع على المنتخب المصري المنتخب المغربي فريق أفريقي وفريق عربي فبالتالي إحنا يعني حاسين بأن إحنا يعني منتخبنا مش منتخب دولة شقيقة أو منتخب فريق تاني يعني شعب المغرب ومنتخب المغرب اللي شرف العرب وشرف أفريقيا وبصرف النظر عن نتيجة اللقاء يكفينا فخراً وصول فريق عربي لمثل هذا الدور اللي لم يصبق له أحد إن وصلوا قبل كده فتحية كبيرة جداً لدولة المغرب ولعيبة المغرب والمنتخب المغرب الشقيق كان أداء رائع من أول المباراة ياسب من النهائية الأولى وهذا نتيج على عمل جاد كانت عمل من قبل وكذلك استثمار في بنية تحتية رياضية مهمة اللي عملها المغرب واللي استقطب لها كل اللاعبين المتعلقين سواء في أوروبا أو الدول العربية وهي اللي اعطات هذه النتيجة هذه اللي وصلت المنتخب المغربي متعلق للربع النهائي وبالمناسبة عايزة أشكر كل زملائي المصريين والشعب المصري اللي يساند بشكل كبير للمنتخب المغربي وكانوا يعني متضامنين بشكل كبير وده واضح وبين وحدة الأمة العربية وعايزة أقول لهم إنهم ما يفقدوش الأمل المرتبة الثالثة أحسن من الرابعة ويكونوا دائما فوكسين على الأحسن كده إن شاء الله في المباريات بتاع 2026 يوصلوا للنهائي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر